اشتركوا في القناة واضح في فترة الاربعينيات من عمرك اول هذه العادات الخاطئة هي وضعية الجلوس عليك ان تتوقف عن الجلوس السيء حتى لا تصاب الام الظهر خاصة الام اسفل الظهر والتي يمكن ان تكون نجمع عن الجلسة السيئة في العمل وعضلات البطن الضعيف ايضا عليك الابتعاد عن تمرين الشاقة فرياضة مهمة جدا في الاربعينيات لكن هناك خطر اصابة حقيقي لمن يمارس تمرين جديدة عليه بشكل مكثب قد تؤدي لاصابات جسدية لذا يجب التأمي في التمرين وتنفيذها بدقة لا بكثافة توقف فورا عن التدخين فبالرغم من المعلومات المنتشرة حول مخاطر التدخين لا يزال الملايين فيمارس هذه العادة السيئة التدخين لا يضر فقط برعتين لان سموم التدخين بتصل للكلة والمثانا ونظام الترشيح في الجسم مما قد يسيب الاعضاء الاخرى بالفشل على المدى البعيد ايضا عليك ان تبدأ في متابعة ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم لا يضر القلب فقط من ليه اثار خطيرة ودائمة على الكليتين ايضا يعد ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط من بين الاسباب الرئيسية للفشل الكولوي في الولايات المتحدة الامريكية ايضا عليك ان تواجه خطر السمنة فوفقا للخبراء السمنة هي من بين اكثر عوامل الخطر بالنسبة للمصابين بانواع كثيرة بالسرطان لكن قد تتفاجأ عندما تعلم ان الدراسات اظهرت ان مجرد زيادة الوزن فقط وليس بالضرورة السمنة الهائلة تزيد من المخاطر ايضا لذا يجب مراقبة الوزن واتباع نظام صحي في الاربعينيات ايضا عليك ان تنظم نومك بشكل جيد قدرتك على الصهر في العشرينيات لا تعني انك يجب انك تفعل ذلك في الاربعينيات النوم امر بالغ الاهمية مع التقدم في السن اظهرت العديد من الدراسات المختلفة من البالغيين اللي بيناموا بانتظام اقل من سبع ساعات في الليلة والاكتر عرضة لاصابة بامراض القلب والسمنة والسكر والاكتئاب اخيرا عليك ان تعمل على تمارين العقل لا تعتقد انك وصلت الى كل شيء الان قد يبدو العقل عضو جامد لا يتحرك لكنه يستفيد كثيرا من التمارين الذهنية التي تبطير يقض وحافظ على صحة العقل مثل تعلم اشياء جديدة ايا كان نوعها باستمرار مرحلة جديدة مرحلة الاربعينيات اكيد محتاجة اسلوب جديد في التعامل وده اكيد حاولنا بدورنا نقدم لحضراتكم مجموعة من ابرز الموامل اللي لازم اي شخص داخل على الاربعين يحاول ان يحافظ عليها علشان صحيح وانا اشكركم شكرا جزيلا على متابعة وانتظرونا دوما في المزيد وإلى اللقاء